جربتي ماسك الليمون والنشا على بشرتك قبل كده لو ما جربتهوش فانتفايتك كتير ده أقوى ماسك طبيعي بمكونات بسيطة عندك بالبيت هيفتح بشرتك ويقضي على التجعيد والتسبغات وأي هالات سودة تحت عنيك وهينور بشرتك في دقايق هتجيبي معلقة من النشا النشا بيدي نظارة للبشرة وبيفتحها بشكل ملحوظ من أول مرة دفر للخصائص اللي بيحتوي عليها اللي بتدي طبيعت سريع هنحتاج عليها معلقة من مية الورد مية الورد مهمة جدا في الوصفة دي لأن مية الورد بتعطي نظارة للبشرة وكمان بتساعد في إخفاء التجعيد والخطوط اللي بتبينك أكبر من سن هنفلطهم خلطة خفيفة كده مع بعض وبعد كده هنحتاج للليمون هنجيب ليمونة ونقسمها النصفين وهناخد نصف واحد زي اللي موجود قدامك ده هنعصره كله بالكام لو انت بشرتك بتتحسس من الليمون ممكن تستغني عنه بس من الأفضل نتيجة الليمون لأن الليمون بيساعد جدا في التفتيح السريع فلو انت بشرتك مش حساسة هيكون بالليمون أفضل جدا في النتيجة السريع أما لو بشرتك حساسة فهتضطر تقرر الوصفة أكتر من مرة لحد ما التسبغات أو التجعيد تختفي من بشرتك بعد كده هنقلبهم كويس مع بعض لحد ما النشى يدوب تماما وهيكون المسك معايا قوامه سائل خفيف زي اللي موجود قدامك ده افرد المسك على بشرة وجهك بالكامل وتحت العين وعاوز أقولك كمان أن المسك بينشف في ثواني وانت بتحطيه هتلاحظ أنه بيشد البشرة في دقاي لأنه بيقضي على الخطوط التعبيرية اللي بتبينك أكبر من سنك وكمان الهالات السودة والتسبغات وأي بقع بالوجه بعد ما بتضعي كده بتتركيه من 20 دقيقة ل30 دقيقة بعدها اخسلي بشرتك هتلاحظي أن بشرتك نورت وفتحت ولو عندك تسبغات ابتدت تختفي قرر المسك لمدة أسبوع كامل مع المدومة وان شاء الله كل مشاكل بشرتك هتختفي لو وصلت معي لحد هنا ما تنسيش اللايك وتعليق بالصلاة على الحبيب المصطفى لعلها تكون باب فرج وخير ان شاء الله وزي ما انتوا شايفين دي النتيجة على قدية أنا حاسة أن قدية بقت نعمة أكتر كمان بيفتح درجات كبيرة جدا عن البشرة يعني مع الاستمرار هتحسي أن بشرتك نورت لو استفدت من الفيديو ما تنسيش تشارك الفيديو عشان غيرك يستفيد